الحشو هذا مضوعنا إذا قلت المبالغ المالية فقد حشوت قل المبالغ تكفي لا ضرورة لكلمة المالية هذه زائدة القصيدة الشعرية القصيدة تكفي هناك حشو من نوع آخر في الأسلوب نحن نريد لماذا قلت نحن نريد كلمة نريد تحتوي بداخلها نحن فلا حاجة لها لكننا نترجم عن اللغة الإنجليزية كثير وأقبح منها القول سوف لن أقبل لماذا سوف قل لن أقبل هذه تحتوي المستقبل وتحتوي النفع أيضا لن أقبل بذلك هذه أقوى مختصرة وهذه أعرب كذلك عندنا كلمة نقول الأمر الأكثر صعوبة أن ننزل على السلالم الأكثر صعوبة لماذا؟ لماذا لا نقول الأصعب؟ أقول لكم لأنهم في الإنجليزية يقولون more difficult في الإنجليزية إذا قالوا سهل فهو easy أسهل easier كلمة واحدة فإذا قالوا صعب فهم يقولون difficult وأما أصعب فلا يستطيعون أن يقولوا difficult يقولون more difficult نحن نترجمها ترجمة ببغائية ونقول الأكثر صعوبة لا حاجة لها ونأتي إلى أقبح القبائح الببغائية ورشة العمل لماذا العمل؟ لأنهم بالإنجليزي يقولون work shop لو قالوا shop وحدها لكان معناها دكانا فيضعون work في العربية الورشة كافية لماذا نضيف كلمة عمل؟ الطريف أن كلمة ورشة لم تأتينا من الفارسية ولا من التركية جاءتنا من الإنجليزية workshop ورشة أخذناها من الإنجليزية في مطلع القرن العشرين في مصر وهذا موثق فإذا قلنا ورشة عمل فنحن أضفنا إضافة لا معنى لها الورشة تكفي وهي كما قلنا كلمة أجنبية الأبيات الشعرية أيضا لا معنى لها نحن في العربية نجمع بيت القصيد على أبيات وبيت السكن على بيوت فإذا قلت الأبيات فقد وصلت لا حاجة إلى الشعرية هذه ببغائيات في اللغة يحسن بالمرء إذا أراد أن يكون بليغا وفصيحا أن يتجنبها وقد قال كامل الكيلاني في إحدى قصصه للأطفال ببغائي ببغائي أن تشبه الفصحاء ونريد أن نكون فصحاء لا أشباه فصحاء السلام